من بغداد معي فاضل أبو رغيف الخبيل الأمني والاستراتيجي مساء الخير أهلا بك معنا سيد فاضل بداية إذا ما ألقينا ضوء على التطورات العسكرية موضوع التطويق هكذا معقل مهم لداعش ماذا يعني الوصول إلى هذه المرحلة وكم من الوقت نستغرق لنتحدث عن تقدم جديد بموضوع جامع النوري داعش عمد إلى تفخيخ وتعبيد محيط الجامع بمحيط لا يقل عن أكثر من 50 متر مربع لكثير من العبوات الناسفة والمصطرية والعبوات الكبيرة للحقول دون تقدم القوات العراقية أو لعرق للتقدم القوات العراقية جهاز مكافحة الرهاب والشرطة اتحادية والرد السريع لكن هناك كاشفات الألغام هناك الأهندسة العسكرية هناك المعلومات التي رفعتها مدير الاستخبارات العسكرية كلها عناصر وفضل عن وجود المدنيين للحقول دون سقوط المزيد من الضحايا والجرحة هناك أعتقد أنه تحرير أو اختحام منطقة الفاروق ومنطقة السرشخانة التي تربط باشرة بالموصل القديمة يكاد يكون هو مفتاح الحل لاختحام الجامع النوري الجامع النوري نعم فيه رمزية لكن هذه الرمزية هي رمزية مؤقتة سرعان ما انطفأت جذوتها وانكسرت شوكتها بعد أن قام واعتلى أعواد المنبر فيها الهارب أبي بكر البغداد ما الذي يجعل هذه المعركة بهذه الحساسية للقوات العراقية غير موضوع معناها وخصوصية لداعش نفسه ما الذي يجعلها صعبة خاصا بأنه اقتربت على مسافة قريبة جدا باتت القوات العراقية من هذا الجامع ولا نتحدث عن أعداد كبيرة داخله من المتحصنين من داعش وهنا إذا أمكن أن نعرف أكثر عن الموجودين داخل الجامع تفضل يعني سيدتي عدة عناصر تؤدي إلى حساسية هذه المنطقة أولا الضغط الإعلامي والضغط الفضائي والضغط الوكالات الكثير على القوات العراقية باعتبار القوات العراقية بعد أن طهرت أكثر من 25 ألف كيلومتر مربع لم يتبقى لها إلا كيلومتر أقل من كيلومتر مربع فلماذا لا تتقدم؟ هكذا هو حال تساؤل الإعلام والكثير من الوكالات فضلا عن ذلك هناك إحصائية شبه مؤكدة عن معلومات عن وجود أعداد تناهز من 200 إلى 250 هؤلاء كلهم عبارة عن عبوات متحركة عن عبوات ناسفة غالبيتهم من المهاجرين من العرب من الإغباسيين من الاقتحاميين من الأجانب وهؤلاء وصلوا إلى مرحلة القنوط بمعنى أنه لا أمل لهم بالاستسلام ولا رجاء لهم بالهرب طارة أخرى باعتبار أن هذه المنطقة هي منطقة ضيقة نوعا ما وقد ضربت عليها عمليات عزل وتطويق اليوم حتى القوات العراقية جهاز مكافحة الإرهاب الذي خبر حرب المباني المشيدة وحرب الكري والفر وحرب العصابات والمدن باته تقدم بحذر أكثر لوجود الكثافة العددية الكثافة السكانية فضلا عن هي تسمى الموصل القديمة بمعنى أنها بيوتات متهالكة وأحياء مستدقة وبيوتات متراصة وهذا يجعل المسئولية يحمل القوات العراقية مسئولية أكثر لأن خذيفة هاون واحدة قد تهدم البيوت المجاورة أنا أشكرك جزيلا من بغداد سيد فاضل أبو رغيف الخبيل الأمني والاستراتيجي على كل هذه المعلومات كنت معنا مباشرة من بغداد أشكرك جزيلا من بغداد